أشد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الخلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأصلي وأصلم عن نبيه الوثار وعلى آله وأصحابه الأطهار ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم القرار أما معك فأسأل الله جل وعلا لكما جمعنا في هذا المسجد والجامعة المبارك وأن يجمعنا سوريا نحتضل لعرشه على سور الفتقافرين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر لا شك أن بناء المساجد من أعظم الطاعات وأجل القربات التي متقرر بها برب البلية الله سبحانه وتعالى أرغم هذه المساجد فطال جل بالقائل في بيوت ألن الله من تنفع ويذكر فيها سوف أسفر له فيها بالهدب والأصال رجال لا تبهيه التجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة لخافنا يوم تتقلب فيه القلوب الأبصار يجزيه الله أحسن معا ويزيده من فضل الله يرزه من يشاءه بغير حساب قال الله سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قد رد بجزاء عظيما لمن بنى المساجد فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال الله صحيح من بنى لله لمسجدا ولو كرفح صقا بل الله له بيتا في الجنة وفي حديث برمان بن عفان رضي الله عنه كما في صحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بنى لله لمسجدا يبتغي به وجه الله بل الله له مثله في الجنة وفي حديث أبي مرير رضي الله يطار عنه كما يسايا مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحرك البلاد إلى الله ما سنجدها أحرك البلاد إلى الله ما سنجدها فالمقصود أن بناء المساجد من أعظم الأعظم الأعروبات وأجدها والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معبول ومستقبل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أول عمل طام به حينما دخل المدينة أن بنى الجانب لأن بناء الجوامع والمساجد فيه مراصد عظيمة وغاية كبرة ومن أجلها وعظمها مقارنة الصلاوات الخمس هذه الشعيرة التي يأوهن ما يسطل عنه الإنسان يوم القيامة وفيه فرائد لا تقصر ومنها اجتماع الناس وتآل الفلو وتراقط الناس فإذاك قال أن زيبي وعظم الله تعالى معذبا على قول الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آلات محكمات منه من الكتاب وأخر تشابهات عن الله شيخ الإسلام بالتبعي على المحكمات فقال ومن أعظم المحكمات التي جاءت فيها الشريعة واعتصدوا بحبل الله جريعا ولا تفرقوا إلى الاجتماع الكريمة تلاق الصف ونبث الفرق والخلاف تراقط الناس وتألف القلوب هذا هذا المقاصد التي تتحقق من خلال المساجد من أعظم أحقق هذا المقصد إقامة المساجد ومما من الله شبحانه وتعالى الذي علينا في هذه القلال المباركة أن هيأ لها ملاكا يبتلون الظالم والنفيس في إقامة المساجد وفي حدمة الحرمين والشريفين وقصدهما وخدمة المساجد وروادها أصدر سبحانه وتعالى أن يكتب أجر ما أسأله جهدا وعلى أن يمسل رفو الأجر والأثوبة على هذا الاهتمام العظيم بمساجد الله وببيوت الله فجزاة الله عنها وعلى المسجدين خيرا الجزاء نحن اليوم نستمع في هذا المسجد المبارك هذا الجامع المبارك لإفتتاح هذا المسجد والذي بناه الشيخ عبد الله بكلاي وسماه باسم جده آدم ميمني وجزار الله خيرا على ما قاب بني هذا المسجد كما ذكر جزار الله خيرا ببناه قديما الشيخ علي جميل رحمه الله رحمة الواسية وجاء الشيخ عبد الله ومن معه محسن هذا كما سمعنا وغيرهم فسامحوا في إعادة بناء هذا الجامع فجزار الله خيرا رحمه الله سبحانه وتعالى أن يكتب له وبجلده كل شيء علي جميل للجميع رحمه الله سبحانه وتعالى أن ينسل لهم الأجر ومن معه وأن يكتب له أجر كل مرصام وكل مرقام وصل وركع وسجد في هذا المسجد رحمه الله سبحانه وتعالى ينسل لهم الأجر والمثلوب أن يجعل ذلك في وزان حسناته يوما يلقون تعام صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الوسط أيجمعي وأستطيع أن يتحرك بعضرا للتهاب للحور فتحت زال لكم حر أخير معها أخير سيد رحمه الله سيد اللعظ رحمه الله في إسم أخير الله شكرا مع السلام سيد بصرا اريق شكرا سيد أخير السلام يا شيخ السلام عليك يا شيخ والله